اندلعت النيران في بئرين نفطين داخل حقل خباز الواقع على بعض عشرين كيلومترا جنوبية غربي كاركوك بعد اعتداء ارهابي بعبوتين ناسفتين وفق ما اكدت وزارة النفط العراقية واوضحت الوزارة ان الفارق الزمني بين تفجير العبوتين الناسفتين كان بحدود نصف ساعة دون تقديم مزيد من التفاصيل عن المهاجمين الذين استهدفوا البئرين في الحقل النفطي والذي ينتج نحو خمسة وعشرين الف برميل يوميا وقال مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية طلبا عدم الكشف عن هويتهما ان الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين واشارا الى ان الانتاج لم يتأثر في السياق اعلن تنظيم داعش الارهابي في بيان نشرا على حسابه الرسمي على تيلجرام مسؤوليته عن الاعتداء الارهابي على حقل خباز دون تقديم اي دليل يدعم مزاعمه وتشن خلايا تنظيم داعش الارهابي المنتشرة في محافظة كاركوك هجمات بين الفينة والاخرى مستهدفة المدنيين والعسكريين رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية واعلن العراق النصر على تنظيم داعش الارهابي عام 2017 واستعادة كامل الاراضي التي اشتاحها التنظيم صيف 2014